اطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في العاصمة الخرطومة وطلب المتظاهرون بتسليم سلطة للمدنيين وإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة قتلات المتظاهرين لسيما الذين سقطوا عقب قرارات قائد الجيش في الخامس العشرين من أكتوبر الماضي يأتي هذا فيما تواصل لجان المقاومة اعتصامها في سراج جنوبية أمدرمان فيما طالبت تنسيقية لجان المقاومة بإحياء أمدرمان القديم المتمسكين بالبقاء في ساحة الاعتصام إلى الالتزام بخطط اللجان ومغادرة الساحة وقالت لجان المقاومة أن الاعتصامات حققت أهدافها وهي شكل من أشكال المقاومة السلمية التي ستتواصل حتى إسقاط ما وصفتها بالسلطة الانقلابية في السياق أيضا أكدت لجنة توحيد قوى الثورة السودانية أن جهودها مستمرة حتى تتجاوز تيارات المنهضة لما وصفته بالانقلاب العسكري في السودان خلافاتها وتبيوناتها واقترحت اللجنة تكوين مجلس ثوري من مئة مقعد نصفهم للجان المقاومة والنصف الآخر يوزع بين الأحزاب السياسية والنقبات والحركات المسلحة وأسر الشهادة وأشار عمر أرباب عضو لجنة توحيد قوى الثورة إلى أنهم منخرطون هذه الأيام في اجتماعات مع عدد من القوى السياسية ولجان المقاومة لبحث سبل تجاوز الخلافات الحالية من جهته أعلن شهاب إبراهيم القياد بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أنهم شاركوا في كل اجتماعات اللجنة التيسيرية لتوحيد قوى الثورة بهدف توحيد الجهود المناهضة للانقلاب فيما أفادت مصادر الصحفية بأن الحزب الشيوعي ينوي الاجتماع باللجنة التيسيرية لوحده لوحدة قوى الثورة بهدف الاستماع لوجهة نظرها عبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا مقدم عمر أرباب عضو اللجنة التيسيرية لآلية وحدة قوى الثورة كما ينضم إلينا كذلك عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم اليواء معتصم عبدالقادر الحسن الخبير العسكري أرحب ضيفي أبدأ بك سيد عمر سيد عمر ما هي آخر تفاصيل تلك الاجتماعات وما الذي وصلتم إليه حتى اللحظة السلام عليكم ورحمة الله أولا فكرة آلية وحدة قوى الثورة هي تهدف بالأساس لتوحيد القوى الثورية المناهضة للانقلاب بغرض إسقاطه وتأسيس الدولة المدنية الغرض من الآلية أن تجتمع كل القوى الثورية في كيان واحد من لجان مقاومة ونقابات وأحزاب سياسية وكيانات مدنية وكل القوى الثورية حتى تستطيع أن تجهد هذا الانقلاب وأن تنسق بينها في عملية تنويع العمل السوري حتى تستطيع من مواصلة درب النضال حتى يسقط الانقلاب الآلية الآن عقدت اجتماعات مفصلة قبل الإعلان عنها مع بعض لجان المقاومة عقدت اجتماعات مع النقابات عقدت اجتماعات مع الأحزاب السياسية بعد ذلك انتقلت إلى مرحلة أخرى وعقدت ورشة بجامعة الخرطوم بعد هذه الورشة تلقت الردود عقد اجتماع آخر بدار المحامين في هذا الاجتماع تم عرض مخترح لتكوين المجلس السوري يحتوي على نسب محددة تكون غالبته من لجان المقاومة هذه النسب نفسها تم الوصول إليها عن طريق التفاوض أو عن طريق جمع المبادرات المطروحة المبادرات التي تم طرحها من قبل توحيد قوى السورة وهي أيضا تم توزيعها على اللجان وعلى النقابات لتبدي رأيها فيها والآن ما زلنا مخرطون في اجتماعات مستمرة بغرض تقريب وجهات النظر وتوحيد القوى السورية لمجابهة الانقلاب اللجنة التسيرية من مهامها تنتهي مهامها بتكوين المجلس السوري أعضاء اللجنة التسيرية لن يكونوا أعضاء في المجلس السوري اللجنة التسيرية لا يحق لها التفاوض نحن ضد عملية التفاوض مع السلطة الانقلابية تماما لأن هذه نعتبر ضياع للزمن المكون العسكري قبل ذلك وقع اتفاقا في الخامس عشر من مايو في العام 2019 نقض هذا الاتفاق بمجزرة تاريخية قبل العيد بيوم واحد حولت السودان إلى بيت عزاء كبير بعد ذلك عاد الناس إلى التفاوض مرة أخرى وتم توقيع الوسيقة الدستورية عاد المجلس مرة أخرى حينما تم أجله إلى الانقلاب في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي إذن عملية التفاوض هذه تحتبر نوع من إهدار الوقت والجهد ولا توجد أي سقة في المكون العسكري الحالي للتفاوض معه أو للجلوس معه نحن نرفض هذه المسألة إذا كان هناك من يعتقد أن التفاوض يمكن أن يؤدي إلى حل فنحن لسنا جزء من هذه المسألة بأي حال من الأحوال نحن مهمومون الآن بتوحيد قوى السورة المناهضة للانقلاب نعم هناك الكثير من النقاط سيد عمر أرباب فيما تحدثت بشأنه ما هي الخلافات السياسية التي ما زالت قائمة القوى المنضمة إليكم حتى الآن رؤية الآلية للانتقال الديمقراطي لنبدأ من هذه النقطة ما هي رؤية الآلية التي تقدمونها للانتقال الديمقراطي رؤية الآلية الآن هي تكوين المجلس السوري المجلس السوري سيساعد في عملية توحيد المواسيق المطروحة الآن هناك مساقان مطروحان من لجان المقاومة مساق سلطة الشعب والمساق السوري سيعمل المجلس السوري بجانب واجبه السوري في عملية إسقاط الانقلاب وقيادة العمل السوري في الشارع وتنظيم الاعتصامات والعصيانات والإضرابات وتسيير المواكب يقوم كذلك في تقريب وجهة النظر في المواسيق ليكون الجميع تحت قبة واحدة يستطيعون من خلالها أن يصلوا إلى رؤية مشتركة في المواسيق ليصل إلى مساق موحد تحدد بعده شكل السلطة المجلس التشريعي وهياكل السلطة بحسب المواسيق المطروحة اللينجة تسيرية الآن لا تطرح أي رؤية مفصلة لهذه الآن فكرة اللينجة تسيرية نفسها قامت على غياب العمل الفعل العملي في توحيد كل الآن المطروحة المشهد وهذا الآن به عدد كبير من المبادرات عدد كبير من الأفكار تصل إلى درجة السيولة ولكن هذا العمل يحتاج إلى خطوات عملية لذا كانت هذه الآلية هي خطوة عملية لتوحيد القوى السورية من خلال تقييم مجلس سوري تنضم بداخل كل القوى السورية لتستطيع سويا أن تناقش خلافاتها وتؤسس لدولة مدنية ديمقراطية صحيحة ولوطن محترم دولة قانون ومؤسسات قبل أن أذهب إلى ضيفي سيد معطصم أريد منك معرفة نقطة أخرى متعلقة بهذا الطيف الواسع الذي سيتم تكوين المجلس الثوري منه أنتم قلتم في بيانكم أو في حديثك الآن أنه يتكون من لجان مقاومة وأحزاب سياسية ونقابات حركات مسلحة وأسر شهداء وتقريبا العدد سيكون مئة منقسمة بين كل هؤلاء ما هو مصير القوى المدنية التي أيدت إجراءات الخامس والعشرين من شهر أكتوبر القوى المدنية التي أيدت الإنقلاب سنعتبرها قوى إنقلابية نسعى الإسقاط الإنقلاب فلا يمكن أن تكون القوى المؤيدة للإنقلاب جزء من هذا العمل فالتأكيد الجزء المؤيدة للإنقلاب الآن نعتبرها قوى إنقلابية لا نتفاوض معها ولا تكون جزء من العمل بالتالي طالما إن кровتارت أن تكون بجانب الإنقلاب لا يمكن يعني يستحيل عقلاً أن تكون جزء من إسقاطه يعني بالتأكيد نتماعي سيد عمار نر matched نركز على القوة الرافضة للإنقلاب والعامل على إسقاطه والفاعل في المشهد السياسي في عملية الإسقاط ابقى معي سيد عمر إذن بهذه الجملة نحن الآن نوحد القوى الرافضة للانقلاب والعامل على إسقاطه لأن تقل إلى ضيفي اللواء معتصم عبدالقدر الحزن سيد معتصم إذن هناك استجابة لدعوة الفريق عبدالفتاح البرهان لأن تجلس القوى المدنية مع بعضها سويا وأن تصل إلى اتفاق ولكن هذه القوى المدنية لن تشمل القوى المدنية التي أيدت إجراءات الخامس والعشرين من شهر أكتوبر والتي يسميها الآلية يسمونها الانقلاب لك الشكر والتحية عيد سعيد أولا أسمعك جيدا تفضل سيد معتصم أتسمعي لك الشكر والتحية وعيد سعيد أولا هذا النشاط الآن الذي قامت به قوة توحيد الثورة في إطاره الكل أعتقد أنه نشاط إيجابي هذا ما دعا إليه خطاب الرئيس البرهان أن تحاول القوى المدنية أن تتجمع وأن تتفق وما دامت في الإطار السلمي لا أغبار عليه الآن منذ بداية الثورة لا يوجد اعتراض على أي أشكال تعبير السياسية السلمية وإنما دائما الاعتراض على تعطيل حياة المواطنين والاعتصامات الأخيرة بدلا أن تكون أداء للتعبير السياسي صارت مصدر لمضايقة المواطنين في الأحياء وفي الأعمال التجارية وهذا ما قاد بعض المواطنين للطلب من المعتصمين مغادرة أماكنهم وهذا ما حدث لم يخرجوا طواعية هؤلاء المعتصمون لم يخرجوا طواعية من تلك الأماكن التي يعتصموا بها ولكن حصلت احتكاكات بينهم وبين السكان وهذا تعبير وهذا عن أن هذه القوى التي تنظم مثل هذه الاعتصامات إذا أقدمت على أي عمل سياسي مستقبلا سوف تفقد كثير من الجماهير وظهرت كثير من الممارسات اللاسياسية ممارسات تميلة للعنف وخلافه فأنا أعتقد أن أي عمل إيجابي سياسي سلمي مرحب به وغير مرفوض وكذلك أنا أعتقد أن هذا العمل منقوص لا يمكن أن تأتي بلجنة تسيرية ثم من بعد ذلك يخرج من هذه اللجنة التسيرية مجلس ثوري وفي هذا المجلس سيري تحدد للمغاوة 50% وكل الأحزاب التي كانت في الحرية وتغيير المجلس الوطني تحدد لها نسب مئوية من هذه وتحدد له أنا أعتقد أن هذه وصايا منذ البداية أنا أعتقد مثل هذه الأعمال تتم من خلال مؤتمرات عامة تتم من خلال اختيار من القواعد للممثلين ولكن أن تأتي منذ البداية أن تحاول أن تفرض شكلا تمثيليا على القواعد أنا أعتقد هذه المسألة أنا على قناعة أن لجان المغاوة ستفرضها لأن لجان المغاوة واعية تماما لما يجري في الساحة السياسية وتعلم تماما أن إذا عملت وحدها بعيدا عن محاولات التجيير ومحاولات التوجيه في اتجاهات سياسية معينة هذه اللجان تعلم مصلحتها والآن هي أصدرت ميثاق كيف لهذه اللجنة التسيرية أو التسيرية أن تأتي بهذه اللجان بميثاقها ثم تضمها إلى ما يسمى بالميثاق الثوري وأين هذا هو الميثاق الثوري فأعتقد أن هذه هدار للزمن كما ذكر محدثك الهدار في الزمن في هذه النقطة أنا أعتقد أن هذه عملية طويلة الأحزاب السودانية المعلومة مثل الحزب الاتحادي بدأت التحضير للانتخابات هناك تجمعات من الأحزاب ذهبت إلى ضاحة مضومبان عاقب غرارات 4 يوليو وانسحاب الجيش السوداني من المشهد السيازي ذهبت إلى هناك ورتبت أمورها حركات المسلحة من قوى السلام الآن ترتب في أمورها في قواعدها أنا أعتقد أن الحل الوحيد لهذه الإشكالية أن تذهب هذه المكونات المختلفة الأسماء الجديدة أي مبادرات تجيب أن تذهب في اتجاه الانتخابات أي محاولة غير ذلك سيد معتصم إضاءة للزمن تحت أي بيواء أو ما هي الظروف التي ستعقد فيها هذه الانتخابات وهناك انسحاب للمؤسسة العسكرية من الحوار ومطالبة للقوى المدنية بالتوحد وانشطار للقوى المدنية ما بين القوى الثورية وقوى مؤيدة للقلاب من الذي سيجري هذه الانتخابات؟ من الذي سيشرف عليها؟ من الذي سيعترف بها؟ هذه القوى القوى الرئيسية الآن موجودة في الساعة قوى الحراكة الوطنية التي كانت مشاركة في نظام الإنقاذ هناك قوى الحرية والتغيير التوافغ الوطني هناك قوى الحرية والتغيير المجلس الوطني هناك هذه القوى الثورية التي يتحدث عنها ضيفك الكريم هذه القوى تعرف بعضها بعضا ويمكنها أن تتواصل مع بعض لكن أي محاولة من أي من هذه القوى ليقصاء الآخرين أعتقد أن الأمر سيمضي بمن حضر الذين يوافقون على هذه الانتخابات الذين يودون بالسير قدما بالبلاد خصوصا أن الآن البلاد تشهد أزمات اقتصادية أزمات اجتماعية في كافة المجالات تدهور في الخدمات لا يوجد أي خطاب الآن للمواطن ولمجابهة إشكالات المواطن أنا أعتقد أن الوضع بهذه المزألة يباعد ما بين المواطن وبين هذه القوى الثورية هذه القوى الثورية إذا كانت لها جماهير عليها أن تثرب لها عليها أن تطرح برامج وعليها أن تطرح رؤى لاستقطاب الجماهير تخوض بها الانتخابات كي نخرج من هذه الأزمة الخانقة وأنا أتوقع أن في مقبل الأيام هناك إرحاصات هناك موجة جوع ستشمل نواحي كثيرة من العالم هناك أزمة طاقة هناك أزمة غزاء كل هذه الأزمات أنا أعتقد أن في مقبل الأشهر القادمة ستضرب الشعب السوداني مثل بقية الشعوب لا بد من الانتباه إلى هذه المسائل الآن لا توجد كثير من القوى السياسية لا تنتبه إلى إشكالات المواطنين سواء كان في العاصمة أو سواء كان في أماكن الاحتغانات والصراعات فكل هذه المسائل أنا أعتقد أن يجب الانتباه لها ويجب التركيز عليها هذا ما يهم المواطن لذلك تجد الأغلبية الآن صامتة عن المشاركة في هذا الجدل السياسي وفي هذه التناحرات لأنها لا تخدم مصالحها ولا تخدم مصالح الجماهير أنا كنت أتوقع من هذه القوى الثورية ومن مثل هذه اللجانة التسييرية أن تعمل على طرح برامج للمواطنين وأن تخاطب المواطنين بدلا من اللجوء إلى أن تريد إعادة نفسها وتوليد نفسها في كل يوم نسمع بجسم جديد ونسمع بتنسيقية جديدة ونسمع بجسم ثوري جديد ولا ندري هذه الثورة شارك فيها معظم أبناء الشعب السوداني وكانت نتيجة لأسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية واختناقات معلومة لكل المواطنين فأعتقد أن على هذه القوى الآن تصويب كل جهدها وتصويب كل إنتاجها في اتياه وضع حلول إلى القضايا الاقتصادية والقضايا الاجتماعية والقضايا السياسية التي تهم السودان الآن السودان في مفترق طرق لذلك القوات المسلحة أو المكون العسكري انسعبت من المشهد وتركت المجال الآن لهذه القوى وهناك فترة زمنية لهذه القوى إذا لم تبعد شيئا وإذا لم تبادر بأي مجهود للوصول إلى ما يتفق عليه من ترتيبات دستورية وانتخابات وحل الأزمات الاقتصادية وخلافه أنا أعتقد أن الأمر سيمضي للانتخابات واليوم أو الأمس صرح السيد الرئيس مجلس السيادة بأن استقرار السودان وأن أمن السودان هذه مسائل لا تلاعب فيها وكذلك صرح رئيس هيئة الأركان في ولاية الغضار أن أمن السودان محفوظ ولا بد أن نمضي بالبلاد إلى ما يخدم مصلحة مواطنها نعم شكرا إبقى معي سيد موطصم سيد عمر هل يمكن أن يفهم أداؤكم الآن وتجاهكم لتشكيل مثل هذه الآلية إلى أنكم تقومون بإقصاء الأطراف الأخرى من القوى المدنية السودانية هل ينطبق عليكم ذلك لاتهام الإقصاء؟ نحن لم نخصي أحد الذي أخصى نفسه هو الذي انحازل الانقلاب الانقلاب ضيفك الكريم يتحدث عن أزمات اقتصادية الأزمات الاقتصادية صنعها هذا الانقلاب البلاد كانت تسير بخطوات جيدة في إصلاح اقتصادي الانقلاب هو الذي أرجعنا إلى الوراء بالتالي إعادة إصلاح الاقتصاد إعادة النسيج المجتمعي هو يكون بإصقاط الانقلاب أولا إزالة هذه العقبة من الطريق هو الحل الأول والواجب الآن الحديث عن الأزمات الاقتصادية قبل فترة في فترة الحكومة الانتقالية تم إغلاغ الميناء محاولة التضييق والجهة التي إغلاغت الميناء كانت تقول بصراحة أنها مدعومة من المكون العسكري الذي يحاول الضغط على الحكومة المدنية لإصقاطها فأين كانت مصالح الناس ومعايش الناس في إغلاغ الميناء الرئيسي الذي يتحدث عن إغلاق الطرقات الشارع الآن يعلم جيدا مصلحته الشارع الآن واعي تماما بأن هذه الأزمة صنعها لانقلاب الحديث عن أن الشارع الشارع الآن يخرج في مواكب ضخمة خرج في 19 وخرج في ديسمبر وخرج في سادس من أبرير وخرج في الثلاثين من يونيو بكميات كبيرة تؤكد أن الشارع السوداني يدرك مصلحته جيدا استغرب من حديث سيد ضيفك الكريم وهو خبير عسكري يتحدث عن أن الحركات الآن هي بجانب قواته في العيد هذا منظر شاية في الدولة المدنية الحركات الآن يجب أن تتحول إلى أحزاب سياسية الحركات الآن هي جسم هلامي لا هو معلوم حزب سياسي أو حركة مسلحة وضحت الفكرة سيد عمر أربا كنت أتمنى أن يتحدث عن بناجش موحد وقومي إهلية وحدة قوى الثورة شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الأقمال الصناعية من الخرطوم وشكر كذلك موصول إلى ضيفي اللواء معتصم عبدالقدر الحسن الخبير العسكري كنت معنا عبر الأقمال الصناعية أيضا من الخرطوم شكرا جزيلا لكم مشاهدين المساء مستمر وبعد قليل باقي فقرتنا وفيها القاهرة وتل أبيب تبحثاني تقارير حول مقبرة جماعية لجنود مصريين ترجمة نانسي قنقر